قبل ما نكمل كلامنا لأن ده كلام مهم جداً قول إنت ألوه وقول لي مين؟ هو أحد كباتن النادي الأهلي له دور كبير جداً وهو مدافع في النادي الأهلي طبعاً هو صغال معنا في النادي الأهلي؟ نعم؟ صغال معنا في النادي الأهلي؟ طبعاً معاك؟ ما أقول الكبتن النادي الأهلي؟ ماشي مين هو؟ قول ألوه ألو؟ هاي لابد؟ حبيبي لسه معرفش الصوت ولا إيه؟ لسه ما سامعش كويس طب استنى كده هاي لابد؟ حبيبي يا سعد ده؟ سعد صح؟ سعد حبيبي الزكرة الحمد لله يا حبيبي انت عامل ايه؟ الحمد لله سنور صناك الأهلي ومنور الدنيا كلها حبيبي يا كبتن سعد يا منور الحقيقة يعني أولاً وحشني جداً 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 ولكن أنا دايماً في مثل هذه الأمور يا بدر دايماً اللاعبين الكبار لهم كباتن الفريق اللاعبين الكبار مقاماً يعني بيبقى لهم دور كبير جداً جداً أنا بوجهة نظري من غير ما شوف أنا ما كنتش معاكم ولكن أكيد سعد سمير له دور كبير جداً جداً ممكن ما يكونش لعب في المباريات ولكن دوره واضح جداً خارج الملعب ودموعه كانت غالية علينا قوي يعني إن احنا نشوف دموع سعد سمير بعد المباراة الأخيرة أعتقد دا كان حاجة مهمة جداً بيمثل لك إيه بقى وجود واحد زي سعد مكابتن الفريق في النهر اللي مات ولا من خلال المات ولا الطريقة اللي يحفزوك بها آآ دي حاجة حاجة اللي بتفرح وحاجة الحمد لله أنا لقيتها من أول يوم نزلت على النادي الآلي هو كان من بين الناس اللي رحبوا بيا كبير هو سعد سمير والا الكابشن السناوي والحمد لله دا الحاجة اللي بخلينا من حد الآن أننا شائز كبير الحمد لله يا نجب الحمد لله على السلامة وألف ألف مبروك الله يسلمك كابتن السلام الله يبارك فيك وتشكرك طبعاً على التغطية للبطولة كلها واللي كبير قوي وأنت متقلق طبعاً كعتك متقلق بيك يا حبيبي وباللي انتو عملتوه بدوركو الحقيقة الكبير جداً جداً مهم جداً يا سعد إبراز دور زي دورك أنا وجهة نظري أن الدور بتاعكو كان له أنت وكباتن الكبار اللي موجودين في الفرقة له دور كبير جداً جداً في حصد برونزية كأس العلم للأندي والله كتبت النظام يعني الكلام الحارب بتقوله كلام مضبوط جداً بس نتعارج يعني إحنا في مصر لما أنت ما تلعبش أو تبقى بعيد مهم طبعاً التركيز كله على المجموعة اللي بتلعب لكن إحنا في النادي الأهلي ما احترف بناش على كده طبعاً مداناتينا وبرئتنا نايف وكورة دايماً دلوقتي بقت احتراف سواء بتلعب أو ما تلعبش أو بوا الملعب المدارد مختارات أنت بتعمل دورك على أكمل وقت نايف نايف في الأول في الآخر دي وجهة نظر فنية الزب 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 كان عندنا تحدي كبير السنادي إن قط اللبس يعني فيه لعيبة كثير كبيرة كانت مش موجودة السنادي فكان عندنا تحدي كبير نحافظ على قط اللبس ونحافظ على الفرقة ونحافظ على زمائلنا وخصوصاً إحنا الموس مبتدى بتحديات كبيرة لما الدوري ويف ورجع رجعنا في أفريقيا ورجعنا في باوري وكاس مصرف كان عندنا بطولات كبيرة فيها تحديات لكن الحمد لله يعني الميزة اللي ساعدتنا اللعيبة كلها بصراحة علاقتهم بعض كبيرة كانت حب كبير فيه إخلاص كبير دي أهم حاجة كبير كانت لعيب كورة وعيرب كل ما اللعيبة بينهم بعض في إخلاص وفي إفكار ذات هو ده اللي بيجيبوا البطولات وهو ده اللي حصل فترة اللي فاتت نحنا مش مركزين مين كله نفسه يلعب أنا نفسه يلعب وياسر نفسه يلعب ورامي نفسه يلعب كلنا نجدنا نلعب وفيه منافسة ودايما يعني بدر لما مبارح كان بيتسهل فبقول لك أقرب ناس ليه ساعده وعملنا نحنا مصر مدافعين في نفس المكان بس أنا في الأوقات الآخر هدف كواحد كافت الفرقة وكواحد بقالي 12 سنة في الفريق الأول إن النادي الأهلي يكسب أهم حاجة أن الفرقة تكسب أهم حاجة أن الفرقة تحسبه طبوات وفي rer sweep ماشي كويس لما تيجي تلعب تتلعب في ظروف كويسة وثلعب في المناخ كويسة هتبقى كويس دائما كده through ma�� Το guess the horrible davison far ورقم واحد ودي اهم حاجة اللي احنا تربين عليها منكم الاجهال اللي قابلنا واللي قابلنا واللي قابلنا ونكمل عليه دورك واضح جدا يا سعد ما فيش حاجة اسمها تهميش يعني اسمع كلامي لانه فيه كلام كتير جدا بيتقال ودايما قبل ما بنجيب سريط اي حد بنجيب نقول احنا عندنا اربعة كبار او خمسة كبار كبار كباتن يعني الفريق لهم دور كبير جدا جدا ومهم جدا جدا وهم اللي بيعملوا يعني انت استقبلت بدر بنون ازاي مسلا يعني انا عارب بس قولني استقبلت بدر بنون ازاي والله كبتن يعني بدر اول ما جاء احنا طبعا لما بنيجي لما بيجي لعيب جديد بنبخيدي برضو بنسأل عنه بنسأل عن حد احنا بنسأل عليه اللي لعب معا اللي لعب ديته اخلاق ايه شخصيات وايه مناسب للنادي او مش مناسب ده نظام النادي على طول طبعا بدر لعيب معروف بالنسبة لنا لعيب دينادي كتير زي نادي الرجاء المغربي ولعيب منتخب المغرب وجاي لك وهو بيلعب قبل انهاي افريطيا فتفرجنا عليه كتير وعرفنا وعرفنا الشخصيته لكن ازارو اكلمني على بدر ووليد ازارو ووصني عليه وقال لي خلي بالك من بدر شخصية هادية شخصية كويسة جدا بيحب الكرة وبيحب الشغل ان هو جاي يشتغل اي لكن هو ازارو قال لي ان هو هادئ بس لما جي لديه هادئ بزيادة هو ما بيتكلمش خالص يعني انا بقعد امكوشي كده كل فترة بس هو يعني بدر من اللعيبة الهادئة بزيادة في التمرين في البتاع حتى في المعسكر من الناس الملتزمة في الصلة جدا من اول الناس اللي بتصلي مركز في القرى بس احنا هو ما عندوش حاجة لكي تصلى في القرى بس طبعا انا اول ما بتتعبناش بقى عم بدر فاقلت له اهم حاجة لازم تفهم من الناس كله هنا طبعا هتساعدك الناس كله هنا هتوقف جمبك وهو طبعا من اول يوم واضح ان هو مركز وان هو لعيب سجير وعنده شخصية والحمد لله من ادي اداء كويس جدا مع النادي العيل وفارق مع هنا واضاف اللي خطط مع النادي العيل الفترة اللي فاتت وان شاء الله الفترة الجاي يفضل على كده مع عيمن وياسر ورامي وسعد ان شاء الله الفترة الجاي والحمد لله يعني يعني بدر بيعدي مرشاة هيلة وان شاء الله بتمنى له التوفيق وبتمنى له ان شاء الله يكون موجود في منتخب المغرب ان شاء الله بالفترة اللي جاي ان شاء الله دايما من النادي العيل اكيد انا اعتقد ان هو ان شاء الله حيروح لمنتخب المغرب ولكن سعد المواقف اللي بتحصل بقى بينك وبين كل اللاعبين يعني خلال الفترة السابقة خلي بالك سعد ده انا دايما بقوله بعد من نسا تقوله ايه خليك بعيد عني خليك بعيد عني ما هو دايما سعد بصوا سعد بتلاقيه ممكن تكون انت صاحل الفطار ولا كده ممكن انت منامس كويس ولا كده بس بتلاقي سعد على طول بيضحك في الفطار في التمرين انت زعلان ولا كده بس سعد انا بالنسبة لي لازم بيكون لاعب زي سعد في المجموع علشان هو من غير انه كبشن الفريق ولا كده بس بيخلق زو في الفريق فاهم دايما بتلاقي لاعب زاعلان من انه ما بيلعبشو مثلا اه ما بيلعبشو ولا كده اول لاعب اللي روح يتكلم معاه بتلاقي هو سعد سامير سعد سامير يتكلم معادي ويتكلم معادي ويتكلم معادي هو ممكن بعد مرات يكون مسامح في حقه هو علشان يرضي واحد تان. لا والله. والله طبعا انا مش اتكلم دلوقتي علشان هو معي ولا انا اقول لك صراحة وانا انسان صريح. لو في حاجة يقول على طول سعد ممكن يجي على نفسه عشان خطر الفرع. ايه طبعا. اه. ويخلي دايما اللاعب الكل سعيدة والحمد لله. انا علشان كده اقولت لك لازم لاعب زي سعد سامير يكون في مجموعة تبع اي فرع. اه. وانا ليه الصرف ان اني كنت صغير وكنت اتفرج على سعد سامير والحمد لله دلوقتي انا اتمرن معاه والعب معاه ده صرف كبير ليه. طبعا. بقول لك اه سعد انت كبرت اوي ولا ايه. ايه اللي حصل. هو بدر بس محترم بزيادة فانا بشكوره طبعا على الكلام ده. بس هو بدر قال لي ان كاس العالم الانديه 2012 هو كان صغير شوية. اه. اه. وانا كنت بلعب كاس العالم الانديه 2012 و13 مع النادي الاهلي. طبعا. برضو مش كبير بدر لسه 26 او 27 سنة. اه. اه. يعني كاس العالم من لو قلنا من ثمن سنة كان عنده لسه 15 سنة فبدر لسه وتامه عمر طويل ان شاء الله في الملاقب يعني. ايوة. ايه. 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 انا عجزت برضو كابت الاسلام انا لما. عجزت ايه يا عم انت هتمثل ولا عجزت ولا عملت ما تقعدش. كان كريم نثبت لما لقيت كاس عام الانديه اول كاس عالم كان كريم نثبت وطاهر واكرم لسه عندهم و15 و15. كانوا لسه بيجروا على العربية. اه. كانوا لسه بيقفوا قدام اللي بتاعوا يشجعوك. يا سعد يا سعد يا سعد. لا يعني بسم الله ما شاء الله يعني روح جميلة جدا يا بدر وسعد. اتعلمت بقى وعلمت ويا يا سعد طيب قبل ما يحصل اي حاجة. هل في اغاني والشعبي والحاجات دي ولا انت ابطلت. خالص? بيتفرج على مسلسلات العربي وابتدى. بيتفرج على ايه? على المسلسلات العربي والاقلام العربي وابتدى بقى يجيب. بس كده? يتابع الحاجات بتاعتنا وبعدين هو هو بيتكلم عربي كويس برضي. هذا الحمد لله ده انا قلت الان اصعب. لا لا بيتكلم عربي كويس. هو من شخصيته كمان هادئة كابتنة في البيت. بوصراته وابنه بقدم معصم حواسط في البيت. فانا يبقى ما بجيش عليه كتير يعني. عزمته ولا لسه يا سعد? عزمني. عزمته بس مجاش. عزمني في السلام. انا قلت لك يا سعد خليه بيننا. لا لا اقول له قالك ايه? لا اقول له. لا لا والله. زي سعد سبيلي عزمك ومطرح. لا والله كان. كنا متفين وعمل ظرف اه في البيت وكده فانا اتظر والله في اخر لحظة. والله حاجة عائلية. حاجة عائلية. انا حاجة عائلية. ايه في الصورة اللي كان منزل سعد مع ديانج وعزيه اه. في اليوم دك انا عزمني معهم سعد. لا اصل سعد كمان لما يعزم يعني ده تبقى حاجة كبيرة جدا يعني كابتن النادي الاهلي واسم كبير جدا. اه. فحاجة جميلة جدا يعني. اه. وخلي بالك من من العيبة الكورمة. اه. والله بجد انا اصلا من العيبة الكورمة اللي هو ايه. ده سعد الحاجات دي بين على ويشه. اناه كريم. اه. والله لا اول ما تشوف سعد بتلاقي اناه ويشه بيبيلك اناه سعد كريم. اه. سعد ممكن تاخد بدر البلد طيب وتلبسه جلبية وبتبقى. بعد الكلام ده بكرة حصير اول ما شوفه التميلات مع حصير ببطر اول نعم. لا نعدي بص هقولك حاجة. نعدي التلاتة ان شاء الله وبعد كده برضو تاخدوا الاربع مسلا او الخميس تاخدوا تطلع بيه على البلد بالجلبية والبط بقى واليه. اه. والحمام والفطير. ده الحاجة هصير ياريه. اه؟ بس انا ناس كثير طلبة مني بقى فطير محمد هيني ومروان واسلية فهجبلهم بقى بعد إن شاء الله بإذن الله الدبست يعني خلاص الدبست أدبستها مختارة بس بقى احنا كابتن وكسبونا وفرحونا اه ده المهمة هتلوم اللي هم عايزينه دي أهم حاجة اللي هم عايزينه إن شاء الله وبعدين بدر أصله خاسس شوية اليومين دول عايزين يتخانه لا ده بدر هو كده 100 كابتن يعني هو بدر طايله كده وطريط لعبه كده وبعدين بدر من الناس اللعيبة الخفيفة عايزينه كده على طول يعني بفكرتني بعمد النحاس شوية سعد اه الناس كلها بتشببه كبتن عماد النحاس وطريط لعبه وهم اللي تنفعنا فيهم يعني فيهم شبه كتير من بعض طريط اللعب اه متوقع لإيه لبدر الفترة اللي جاي والله كابتن أنا أتمنى له يعني أنا أتمنى له إن هو يفضل في أداءه وفي تغلق مع الفرقة ويفضل في تركيزه في فرموت العالية وهو من اللعيبة اللي بصراحة من الصفقات المهمة للنادي الأهل للفترة الفاتس يعني فهو يعني من اللعيبة اللي انت مش محتاج تكلمها كتير هو عارف شغل وعارف وبيعمل فيه ومركز بشكل كويس وحضط أهداف لنفسه ومركز كويس جدا فإن شاء الله بإذن الفترة اللي جاي يفضل على تغلقه ويفضل على الأداء اللي هو بيقدمه للنادي الأهلي مع عيمن بصراحة اللي هو برضو بيقدم أداء الفترة اللي فاتس رجولي يعني عيمن أشرف ما شاء الله بيقدم أداء كابتن الأهلي برضو للأمانة من أرجال الناس اللي بتأتي في النادي الأهلي على مستوى الدفاع والمستوى الهكومي وبأي مكان بيقدم بارح كان تعبان وبيموت في الماتش وبيكمل لأسر ديها ياسر لما لقيت نفس الكلام برضو بصراحة معظم المدافعين اللي عندنا بصراحة يعني رجالة ومن نفس القلبها على الفرقة وبيقدوا أداء كويس وإن شاء الله الفترة اللي جاي كلنا نبقى في فورمة كويسة ورامي يرجع وسعدي بموجود وياسر بحجل كلنا نبقى على فورمة لأن البطولة طويلة وهنحتاج كل اللعيب إن شاء الله بإذن الله أخير أنا سعد قبل مسيبك ولكن علي معلول علي معلول وإصابة علي معلول من مبارح بقى للنهاردة في بعض الناس بتحب أو بتحاول بتحاول مش بتحب بتحاول إن هي تعكن على جمهور النادي الأهلي بأي طريقة تفاهم من مبارح للنهاردة أصل علي معلول هرب من مطش البايرن وبعد كده هرب من مطش بالميرس بما إنك واحد من كباتن النادي الأهلي تقول إيه في هذا الموضوع والله كان في الإسلام يعني علي كان زعلان جدا كلام اللي اتقال للأمانة وكلنا كنا زعلانين جدا ومتاهيين لأن النهاردة للأشعة قالت علي قدامه إسبوعين وعلي عنده مزء بسيط فيعني بصراحة كلام يعني ما ينفعش يتقال وقعيب وخصوصا نقول دايما اللي تربك في النادي وأولادي النادي دايما بتطعف جنب النادي وبالدعى لقاعدتك وبعدل اللي قاعدتك هو أيضة اللي تعلم ملعبتك بتنافس على ميدالي أو وناديك بينافس وبيشرفك فيعني الكلام المفروض يبقى كلام إيجابي وكلام عقلاني وكلام يعبر عن حبك للنادي الأهل علي معلول بييمثل النادي الأهل مش بيمثل علي معلول بس فلو أتكلم عن علي معلول بشكل شخصي علي معلول دعيد كثير دعيد مهم من أهم اللي قاعدت لنادي الأهل في المكان ومن أهم دي فلسه عامل إحصائية من أهم اللي قاعدت أحرصت أهداف العرض الأخير من الفترة اللي فاتت وصنعت أهداف فطبعا إحنا ما بنالتفتش لأي حاجة بتعلم الحاجات لكن إنت بتزعل بس لو حد منك أو حد بتابعك تقال كلام ضد لأهلتك أنا ممكن ما زعلش من الغريب لكن لما الكافنة الإسلام يجي أجبني أو يعني تطبيطني تخصورة مش بويسة ده هدعل لأن الكافنة الإسلام ده المفروض نحو طبعا هيوجهني أنا بشكل شخصي هيكلمني بشكل شخصي صح عشان خاطر فيه فيه يعني فيه بيننا حاجات تسمح بده طبعا لكن في الأول في الآخر يا كافنة الإسلام إنت لو حاست أن تاخذ لأهل إحنا كلنا بنتقبل الناس لأن زي ما أنا بتقبل الناس الشيبية وترفعني سبع سماء لما الناس يجي تقول لي أنت وحش أو أنت أداك مش بويس لازم أتقبل وخصوصا أن أنا بلع فنادي كبير زي النادي الأهل يعني لازم أن أتقبل الكلام ده لكن في نفس الوقت ما ينفعش يتجي على لقيت كبير لقيت بيموت نفسه لقيت بلاقيت ماتشات قبل كده والفرقة خسرت فيها علي معلوك موجود في ماتش اللي خسرنا فيه قبل كده خمسة من صنده يعني أنا قلت لو عايزي هرب كان يجب من ماتش زي ده ده ناس غنيبة جدا يعني وبعدين ماتش زي البرناكة في نسام اللعيبة كلها تموت تلعبه مزبوط لعيبة كلها نفسها تلعب لعيبة كلها نفسها تنفسي لعيبة جدا فطبعا أنا بقول له علي هو كان زعلان من مبارح وحتى لطراك الحصة في الاحتفالات وكده ما كانش مبسوط بالزبط فبقول له علي من قال حضرتك أنت لعيب كبير ولعيب مهم وكلنا بنحبك وكلنا عارفين قد إلا أنت بتقدمه الفرقة وإن شاء الله ترجع في أسرع وقت واتبقى مع زمالك في البطولات اللي النادي بيحققها واتقطر الدنيا وما تلتفتش لأي حاجة كافية حب الجمهور النادي الأهلي ليك وحب اللعيبة ليك وإن شاء الله تترجع وتتعلق من تاني معنا بإذن الله أنا بشكرك جدا كابتن سعد على وجودك معنا وبشكرك على هذه الروح وبشكرك على هذه الكلمات وبشكرك على التوازن والعقل في الكلام شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن سعد سمير